تطورات ميدانية وحراك سياسي إقليمي كله يدل على بدء التطبيق العملي للتفاهمات بين موسكو وأنقرة حول التهديئة في إدلب والتي تتضمن تحييد طيران النظام الأسد عن المنطقة ووقف قصفه عليها بالتوازي مع تسيير دوريات تركية وروسية في المنطقة منزوعة السلاح مع تحرك مستمر لأنقرة لحل مشكلة وجود هيئة تحرير الشام القوات التركية بدأت في تسيير دوريات في المنطقة منزوعة السلاح مصحوبة بطائرات استطلاع وبحسب الخطة تتألف كل دورية من سيارتين مصفحتين برفقة سيارتين من فيلق الشام التابع للمعارضة المسلحة وتجرى ثلاث جولات يومياً ذهاباً وإياباً بين كل نقطة وأخرى دوريات الاستطلاع ستكون مزودة بأجهزة رصد للتبليغ عن المواقع التي تتعرض للقصف ثم تتوجه لمعاينة مكان القصف ونقل المعلومات للنقطة التركية الموجودة في المنطقة على أن ترفعها الأخيرة للقيادة العسكرية التركية التي توصله إلى الجانب الروسي بدورها وبالنسبة لملف هيئة تحرير الشام كشفت مصادر تركية أن العمل جار بشكل مكثف من قبل أنقرة لوضع خطة من أجل حل الهيئة ودمجها مع المعارضة تزامناً مع استبعاد العناصر الأجنبية المنتسبة لها مراقبون يرون أن التصعيد الأخير من قبل إنظام الأسد على إدلب يأتي كضغوط روسية إيرانية على تركيا من أجل عرقالة أي اتفاق مع واشنطن في ملف شرق الفرات فكلما حصل تقارب وتوافق بين الأتراك والأمريكيين حول هذا الملف تتجدد خرقات نظام الأسد في إدلب شكوك كثيرة تبقى قائمة حول صمود اتفاق إدلب لمدة طويلة أطراف في المعارضة اعتبرت أن كل ما يحصل هو عبارة عن إجراءات مؤقتة قد تمتد لبضعة أشهر لأن الروس والإيرانيين ونظام الأسد غير مأموني الجانب كما ترى المعارضة وخصوصاً في ظل الرغبة الروسية غير المخفية بتوسيع رقعة نفوذ النظام الأمر الذي لن يعطي المنطقة سك أمان من صدام كارثي نهاية الأمر